أهلا بكم ناس الكل شكرا على المتابعة ذي حوارنا في تسعين دقيقة ذيفنا المختص في الاقتصاد والمخاطر المالية معز جودي مرحبا بك أهلا وسهلا خلود تحية لك وتحية لكل مستمعين شكرا لك اليوم نهار واحد جواع الحكومة التونسية ترفع في سعر السكر المواجه للإستلاك العائلي بـ 22% هذه الخطوة ظاهريا أو حسب ما يصرح به منذ مدة تستهدف خفض العجز المالي في إطار خطة إصلاحات اقتصادية تشمل تقليص تدريجي للدعم معز الجودي أنت من الناس اللي مختصين في الاقتصاد عندك مدة تجري وتجري وتكتب في الاستاتو والمقالات حول موضوع التقليص التدريجي للدعم هذا هو المطلوب اليوم معناه أنت نصور أنك مكش متفاجأ أو تنجم حتى تكون تستحسن موضوع الرفع التدريجي للدعم على السكر مثلا صحيح هو فما إصلاحات جوهرية لزمات تقع في المنظومة الاقتصادية وروا على فكرة خلود نحن محاجتاش بصندوق النقد الدولي ولا بالبنك الدولي ولا بأي مؤسسة عالمية بش يعطينا الإصلاحات والإبلاءات اللازمة بش نجم نصلحوا اقتصادنا هذا من إصلاحات وردة وكانت موجودة من القبل ونابعة معناتها من حقائق ومن وضعية اقتصادية لازم تتصلح في أقرب وقت ممكن كيما واحد عنده دار فيها شقوق بالوقت فهمتني هرمتك الدار لازم يصلحها ما يخليش شقوقها كيكا ما كانش دار تحفق رأسه نفس الشيء بالنسبة للاقتصاد فما خلالات فما وضعيات معناتها لازمها تتصلح هذا في العالم الكله معناتها يسير في فرنسا في ألمانيا في أمريكا في الاقتصادات المهمة في العالم الكله يسيروا عاملات أصلاحية بالنسبة لصندوق الدعم هذية هو إصلاح من الإصلاحات اللي لازمها تصير علش خاطر الدعم في تونس ماهوش قاعد ماشي المستحقي قلناها معناتها صندوق الدعم ولا متكلف ثلاثة أربعة وصل حتى خمسة مليار دينار في عام العوام وهذية معناتها عب على ميزانية الدولة والفروسة دية فيها تمشي في التنمية وفي الاستثمار تمشي معناتها في الدعم الدعم ما نحكيش على الدعم للفقرات ونجيك للطبقات وكل شيء نحكي على الدعم للأثرياء والدعم اللي ناس لبس عليهم وهو ما أبيدهم الناس دوما راهم يقول لك أنا يا أخويا خليني نشر الباكتة بدينار ما تقلقنيش اللي ياخو في عشرة مليون وخطواش مليون في الشهر وثلاثين مليون ورب يزيدوا دي ما نقول هنا رب يزيدوا اللي عنده ثلاثة واربعة كرهب في دارو معناتها عليش شري في الليسانس مدعم وعليش شري في الباكتة مدعمة والمطاعم اللي يبيعوا معناتها كعبة المرتبات اللي يبيعوها ب 15 و 20 دينار عليش يشريوا في السكر مدعم فمتندعموا فيهم بش يمبعد يبيعوا هم الحلوات متاحهم بأسعار خيالي ولذلك معناتها لازم ترشيد الدعم بش يتوجه الدعم المستحقيه دونك زيادة هذي بش تصير تبقى نحنا عشان نقولوا فين النقد متاعنا يسير هو نقد بالنائم معناتها أنه راهوا لازمنا ردوا بالنا شكون الاصلاحات هذي بش تشمل بالأساس كان بش تشمل معناتها اللي بش يحولهم الدعم الأثرياء فقط معتها ناس في عندهم روزوني معاي لازم يقع تحديده خطر المشكل أنه الطبقة المتوسطة الآن والي طبقة جزء منها متأرجح نحو الطبقة الفقيرة وراهوا حتى زو زملين وزو زملين نصف شهر في عائلة مع شي كفير فهمت بالنفلاسيون وبالتضخم لقاعد ساير ولذلك معتها لازمنا نحدوا صقف نحدوا شكون اللي بش يشملهم رفع الدعم تدريجين وشكون اللي مش بشيش منهم وهنا نقول ردوا بالكم على الطبقة المتوسطة خطر هي النقطة الوطن التوسطي النقطة الهنا اللي نحب الركز عليها هو الدعم فيه معنى التعويذ نوعا ما إذا كنا بديوه بشوية بشوية احنا نقذمروا فيها الدعم هاو شوية سكر ومبعد شوية حليب وبعد شوية محروقات وفي الأثناء ما عملناش الخارطة متاع الناس اللي تستحق بالحق الدعم وما نعرفوش وما قلنا انهمش كيفاش بش يقع التعويذ للطبقات المستحقة للدعم على الزيادات هادو ما فهمنيش نقصد قاعدين نحيو في الدعم تدريجيا ولكن في نفس الوقت ما فاماش استراتيجية واضحة للتعويذ للناس اللي تستحق الدعم هذا هو معنتها مربط الفرس كما يقولوا وهذه الغلطة فينا سايرة نحنا كيحكينا على ريفورم معنى على الإصلاحات قلنا راهو لازم حوكمة الإصلاحات معنى لازم كيفاش تعملهم الإصلاحات تقنيا الإصلاحات عنا موجودين لكن طريقة معنى اعتماد الإصلاحات هذه وطريقة إجراءها هي اللي ناقصة في تونس ما يعملوا هما يجيهم معنى يبطاوا في الإصلاحات الحكومات المتتالية وبعد كيجيهم لزيشيونس بشي خالصوا دي كريدي ولا بشي خالصوا شهاري ومعندهمش أسيد روسيد في الميزانية متاع الدولة يولي يلفق يلفق ويزرب في الإصلاحات ببور بلير معنى تالي فامي وبشيقلوا عن مؤسسة دولي وهذا شقاعد سايرتاو عندهم مجلس إدارة متاع صندوق نقد الدولي في شهر جويلية فهمتني مربوطين بك المجلس إدارة هذاك ملقاوش حلص لازمهم يوريوا يعطيوا دي سينيو كمكواليوما قاعدين يصلحوا هاو يرفع في الدعم تدريجيا هاو فهمتني معنتها بش يتحكم في كتلة الأجور هاو بش يصلح معانة المؤسسة العومية ما كيفش تجالية متاحة داي بش نشوفوها واقعيا طوحنا مثلا الوثيقة المسربة اللي وقتها خرجت في رويرترز وقت زيارة الوفد الحكومي للفامي شو نلقاو فيها نلقاو فيها تخفيض كتلة الأجور إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل نلقاو الزيادات في المواد الغذائية في رفع الدعم نهائيا على المحروقات والكهرباء ولكن هذي نحكيه على 2024 حسينك هينو الأمور تزربت في جويليا شنو الديدلاين بغا بغا كوامو عزيزولي سؤالك مهم خلود علش الأمور تزربت خاطر هما كانوا محاضرين وهم بشي بديو في جويلي الأمور تزربت خاطر قاو رويحهم ما عندهمش مصداقية كبيرة مع صدوق نقد الدولي الذي قاموا بحقاو أن تخذنا معكم في البرنامج الأول وفي البرنامج الثاني وتطلبون البرنامج الثالث وأنتم الأهداف من البرنامج الثالث والثاني لا تستطيعون وعهداتكم لم تحترمتوهم كيف حبنا أن نحن نتطلبون 4 مليار دولار؟ نعطيكم المبالغ غذية الكبيرة مقارنة بالإعطاء المدات التي لديكم في صندوق نقد الدولي ومستحقاتكم في صندوق نقد الدولي وانتوما موريتونا حد شي وماتيق دو غيفام كونكريت عملتوهم نحسوا توا يحضروا في اجتماعاتهم لصندوق نقد الدولي نحسوا بحاجة كونكريت نقصنا في الواحدة وزدنا في السكر وزدنا في المحروقات هذي مهيج تمشي الصحي هذي بشتعمل الإصلاحات خطر أنت مربوط بكريدي خطر أنت معانتها مخنوقة هنا لازم تاخد كريدي بأي طريقة بشتعمل الإصلاحات هذي ببعجلة وتكون بطريقة معانتها عشوائية زيد على هذي يا رام صندوق النقد الدولي وقلوها راهم جماعة صندوق النقد الدولي ما هم سيديتات معانتها ما همش ناس أنت بشجي تغمهم سمحني على الكلمة بحكاية كي ما هكي فهمت راهم يعرفوا وعندهم معانتها لغو بخيزنطان متاحهم في تونس وعندهم جماعتهم وعندهم خبراءهم وعندهم مصادر المعلومات متاحهم ويعرفوك أنت الإصلاحات متاعك جدية ولا لا دونك يزينها مكتضحك على الذقوم هي جدية حسب رايك أنت الإصلاحات الإصلاحات كي بش تصير لازم تصير بطريقة عالانية وليزم يخرس سيد ريس الحكومة ويفسرها وفهم طريقة بيداجوجية وفهم عملية تحسيسية وسيد وزير الاقتصاد والمالية ويقول هام الإصلاحات هام الريترو بلانيج متاحهم هاو اختش فيديو هامش كومش يشملو هاو شنو بش يسير بش مدخليش الإشاعات والكلمات والسلامات تخرج مع طوراه وأنا فهم كلمة ما نحبهش هي الإصلاحات المؤلمة ولا الموجعة ما فهميش لو إصلاحات مؤلمة وموجعة فما إصلاحات لازمها تصير وفي العالم الكلوي جيرال شرودر في هالمانيا نتائجها عادة أن تكون مؤلمة على مستوى كما نقوله احنا السلم الاجتماعي وهذي هي هذي الخوف الكبير من أنه الإصلاحات تجيبها برفض شعبي ذاك علش تأخرت هاي معلش ما تتمش المسارحة متاع الناس راو تأخرت لأنه كل حكومة تجي تخاف تقول لك انا ما يساعدنيش هذي اللي حكاية السلم الاجتماعي كما الفونتنسا معنطا كل هكا كل كما يقوله الفزاعة يخرجوها كل مرة أنه راو السلم الاجتماعي في مصر معنطها توليهم خمسة سنين عموا في الإصلاحات جاوا عوام موجين هين مصري وصارت برشة مشاكل وبرشة أمور وكل شيء لكن تعاملوهم الإصلاحات وسلم الاجتماعي موجود بو نظام آخر في مصر لحقيقة لكن الإصلاحات صارت وهاو توليهم صندوق نقد دولي مزيركي سابلهم واحد فسطة مليار دولار وكمل معاهم القرض متاع خمسة فسطة أربعة مليار دولار في عام صبونا من أقصة لكلهم معنط العالم الكل وبلدين العالم الكل تعديوا بإصلاحات لازمها تسير فما شجاعة سياسية فما مسؤولين لازم يواجهوا يقول وراهم الإصلاحات هذه لازمها تسير خطرهم بعض اقتصادين تبني على قادة صحيحة وراه الإصلاحات قد ما تبطى فيها قد ما لزي تتعاقط وقد ما تولي موجعة موجعة أحنا طوفي المرحلة ذيك يظهر لي رب يقدر الخير هنا قاعدين نفهمه بشوية بشوية مبعضنا موازل جودي نرجو معك بعد الفصل مع خلودي موازل جودي ذيبنا اليوم مختص في الاقتصاد والمخاطر المالية قلت فسرنا وحذرنا منها في العديد من الأحيان خطر المدينية المشطة أنك تولي ترهن وتبيع في البلاد من أجل الحصول على القروض وهذا اللي وصلت له البلاد في الوضع الخاتير الحالي يظل تشير إلى موضوع التصريحات هشم مشيشي حول الأراضي الدولية في علاقة بالقطريين اليوم الصباح سمعت رئيس الحكومة قال أنا عمري ما قلت هكا وليلقى لي تصريح منه هذي يجيب ورجعنا أحنا المقال نلقاه أنه حديث على تسهيلات للاستثمار في الأراضي الزراعية التونسية أين الرهن والبايع في الموضوع موازل جودي والله أنا منشيرش فقط لتصريحاتها سيدة رئيس الحكومة أنا قريته المقال الانتربيو متاعه في الجريدة القطرية ما هوش هذك الهدف المتاعي أنا بالعكس أنا قلت دون لابسولي دون لابسولي راهو اللجوء المشط للقروض راهو يخليك ترهن معندها بلادك وترهن ممتلكاتك وتدخل في عملية تنجمك تدخلك في التبعية اقتصادية وتضربك السيدة الوطنية متاعك وهذا صار راهو صار نذكرش حكاية استاد دمت عرادس في حكاية سكوك الإسلامية صحيحة هذيك وغيرها 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 ولذلك لازم نرد بانا هاللجوء الاقتراض هذي المكثف راهو وراه التبعات لا يحمد عقبه تعرفوا عصر الحماية في تونس كيفيجيه وتعرفوا الكوميسيون المالي وراهو مزلنا نجمو ندخلو في متاهات كما هذوما واللي ذلك نحنشقونا قونا راهو القروض هذيه اللي بيشتاخذوها كان بيشتمشي في خلاص قروض اخرى وهذا شقعت ساير والقروض ناخدو فيها بنسب فايدة اعلى من القروض اللي بش نخلصوهم هذيه سكونابال معناتها أنا فيد ماسو معناتها هذي قاعد انتي تودتخويد لفالور وقاعد ترهن في الاجيال القادمة وكان بيش توصل معنات القروض هذيه تولي في المقابل دونك تدخلات في الشأن السياسي الداخلي ولا ضرب في السيدة الوطنية ولا معناتها كما حاجة هاكاية معناتها عتينا شعندك انتي كما خاطر صارت في اليونان اللي حكيه هذيه ونحن ما نحكيوش من فراخ معناتها هذيه وما ديما يقولون لهم راو خاطر انتي شنية في القروض سي معناتها الديجرات و سي دي نوتاسيون كي توصل لمرحلة مخاطر اي نحنا وصلنا لها تواهو كفيتش ريتنج وموديز وكل شيء بكلاسينا معناتها كبلاد ذات مخاطر عالية وقتها اللي بشي سلفك فلوس يولي يشرت عليك حاجات اخرى معناتها اللي تدخل في المس بالسيدة الوطنية متاعك معناتها نحن قاعدين نستبقوا في اللي نجم يصير في المدى القادمة خاطر انتي اللي فاميه عليش مهمة انك انتي تتريقل معها الملف متاعك على خاطر اللي فاميه سلو الدغنيه بخطر خلوط معناتها اخر اخر ما ينجم يقرد تونس وهو ما شنين مشتوتهم طوام على اللي فاميه الحكومة الحالية الى حد الان ما خداوش حتى موافقة واذا ما خداوش موافقة من عند اللي فاميه حتى حد ما نجم يسلفهم غير اللي فاميه حتى موافقة مبدئية من عند اللي فاميه حتى ينجموا يسلفوا مشيرات الأخرين حتى موافقة مبدئية ما زالت معاديهش حتى موافقة مبدئية ما زالت معاديهش مازالهو في الحوار التقني معاتها حول هالا تتريحك هذلك عليش معاتها وقلوا وردوا بيالكم راوك ومش تعدوا تسبوا فيهم اللي فاميه وتدخلوهم فحكاية الامبريالية العالمية وبهم وعليهم وكل شي راهو المصدقية متاعنا بش نفقدوها راهو حتى حد ما عمش فيسلفنا وراهو اسلف نحنا تو, وهذه المعضلة الكبيرة انت我們 rak consultants uvo أنه اسلف تو حشنا به عليش حشنا به بالعملة الصعبة خطت العمل الصعبة كيف نناسبها في الداخل بيش انخلصوا بقي قروض بالعملة الصعبة جايين مع انتا في المرحلة القادمة بيش خلصوا تقريبا 4.2 مليار دينار وعندهم 3.8 مليار دينار سمعتين خلصوا 4.6 مليار دينار وعندهم 3.8 مليار بيش يخلصوا هنهم في المدة القادمة منهم العديد من القروض من أمريكا و القرض القطري و تدريجياً وغيرها وغيرها الذين يخلصوا بالعملة السعبة إذا نحن نعملوا دفوت دو بايمان معدتها من نجيوا في شهر جوان أذية وشهر جويلية وقولوا رأيهم من نجموش نخلصوا كما عملوا لبنان كما صارت لبنان ووقتها صير معدتها سكونا بالون دومان دو غيش لونمان وتلقانا في كلوب دو باري ووقتها المصدقية متاعنا لكل تتمس اللي بنيناها من الاستقلال خلود معنا نحن من الاستقلال تونس معروفة أنها تراجع القرض متاحة في الوقت متاحة باحترام معنا زي شيانس اليوم أي تأخير راهو بشي هزنا للهاوية دنيا صعبة سيموهز صعبة عن نس كل حتى على الدولة صحيح لكن فمش كني صعب فيها راه لا إجا نقولك حاجة طول أنا واحدة من الناس نحط روحي بقعة المستمعين كلوب دو باري كلوب دو لندر هنا بشي صنفونة سي هنا سيحة لحليلة سيد بخيمون لحقيقة دايغ محافظة البنك المركزي قالكم يا خوبارة بالله لعد تبدأ والسباح تقولوا رانا في حالة حليلة ولكن في نفس الوقت نفس محافظة البنك المركزي قال لنا من عرفوش اللات خامنين بش دينا ويحكي جزتما على موضوع التصنيفات احنا طوا داخلين للسي اللي احنا المدة اللي فاتت تقولنا رانا منزلنا طاونا مهلة لتدارك أوضاعنا سينو بش ندخلوا في مصاف الدول الغير قادرة على الخلاص انا والله ساعة والحاجة ولد وقت اللي تبدأ فهم خبر ساير اول واحد نبث ونحرص عليها هو ان فهمت هوا عنا مؤسسة صغرى متوسطة برقل برقل مع انتا قاعدين يعملوا في نغزل تابهين حتى في العام متاع الكوفيد بالعكس نديما نحكي عليهم ونشجحهم ونقول رأوا فهم حاجات وفهم بوتنصيل في اقتصادنا لكن نحن وقت اللي فهم حاجات خائبة منش نكذبوا عليهم ولا نغطيهم مع انتا خطر هذك هو الفرق ما بين الخبير والمختص وهو واحد ما يعرش انه وفهمتي ما يعرش يمشي مع لهوا كما يقولوا وفهمتي معانتها انت وشو ظهر له يقول الكلام اما نحنا انصبا سور دي شيفخ سور دي انديكاتور يعني الحاجة عمري ما نجيب رقم ولا مؤشر ما عندوش مصدر نجيب كان المصادر الرسمي بما فهم البنك المركزي ونحنا نحضر ونعطيه في نفس الوقت الحلول توا انت تقول لي اشنو مثلا الحلوط انتو حكية المدونية توا انت تمشي تتسلف وتتسول من الخارج وانت عندك الانتاج الوطني متاعك ويقفه انت كنت تعمل في مليار دولار معانتها بنيفيس نات سنويا في الفصفات تعرف في 2010 شركة الفصفات قفسة تفضل مليار دولار مليار دولارة وكنا نعمل في رقم معاملات في الشركة دي ب4.5 مليار دينا وكنا ما بين في التوب 5 اليوم نخرجوا من رادار في الفصفات في العالم معاتش موجودين جملة واختلي المناجم موجودة واختلي منجم تعصر ورتين ومناجم اخرى مشكلة سياسية مشكلة متاع شجاعة سياسية مشكلة متاع حوكمة البلاد مشكلة متاع قوانين لازم تتطبق مشكلة متاع معانتها لازم ياخدوا بزمام الأمور طيو انتي اما خير معانتها اما اسهالك تمشي تتسول من الخارج ومعانتها وفهمة معانتها للبلاد وتاريخ البلاد ولا تمشي انتي ومسألت أمن قومي هدية ترجع الانتاج الوطني تعرف نحنا البترول كنا ننجو في 18000 برميل نفط يومين قداش ننجو اليوم 35000-37000 الباقي كل قاعدين وردوا فيهم بالخارج بالعملة الصعب وهو كتردوا معانت عاملوا فيهم كشركات الأجنبية اللي قاعدين يخرجوا بالوحدة بالوحدة ودازوهم كمكوا وينو البترول كالحملات هذه المسعورة وفي نفس الوقت في انتي شوهوا معانتها المناخ للأعمال في تونس وخليوا الشركات هذه تخرجوا فقدت ثيقة في بلادنا لذلك كون شي يخدم لك اليوم تعرفوا البترول انتي بش تخرجوا لازم استثمارات كبيرة جدا ولازم طاقات مالية وتقنية حشنا بهم شركتها دوم وعنا باين معاهم بناحنا الكودز دوكع بيوغ مجد المحروقات كل واحد يخو باين ونحنا ربحين في الحكاية قد لحنا دخنين في الربح وخرجين من الخسار كان يرقوا البترول يقسموا معانا شتر ونحنا مندفعوا حتى فرينت في الاستثمار دون كنا ربحين منها العملية هذية هاد من كلهم عملية تخريبية سارو ممنهجة انا وريدت نقول معانتها جو كونكلو انو عملية ممنهجة بشو وصلونا للمديونية بشو وصلونا نترهنوا لانو فما اطراف اخرى ما تحبناش الخير وحاشتهم ببلادنا لمعانتها كما يقولوا مصالحها من الشخصية باي انت تحكينا على الخيرات بلادنا لما نش قاعدين نستغلوا فيهم على خطر الحوكمة غير ناجعة هيت نشوفوا الزيارات الاخيرة بش نرجعوا للموضوع قلت نتسولوا من الخارج للأسف الكلمة مهيش باية بالكل ولكن بقيت قالت برشا مرات يمكنش معز الجودي على خطر عندك قرب من حزب سياسي معين لهو الحزب الحر الدستوري نظرتك مجحفة شوية للحكومة ولرئيس الحكومة الحالي والله هنا معانت قربي الحزب الدستوري الحر اعلنت عليها واحدة من نهار لول معاندي حتى اشكال في الحكاية ذي وكما تعاملت مع الحزب الدستوري الحر تعاملت مع حزاب اخرى قبل ووقعت استشارتي وشاركت في ندوات اقتصادية وهذا الدورنا كان مختصين فشان الاقتصاد والمال اللي يحب يستأنس بالأراءة والخبرات المتاعنا مرحبا به الحزب الدستوري الحر كان معاها تعامل ايجابي وخدمنا على برامج وخدمنا على افكار ولحقيقة رئيس الحزب عندها الافكار ذو ما قاعدت تقول فيهم بالصحيح وفما كما يقولوا انسجام في الافكار الاقتصادية معنى انت تتبنى الرؤية الاقتصادية للبدال للحزب الدستوري الحر جادر بس كما عندها خدمها معاهم وهم عندهم كما يقولوا مركز دراسات ومركز جاني وعندهم خبراءهم وعندهم كفاءاتهم من الداخل ونتعاملوا مع انتها في ايطار بلورة برنامج اللي ينجم مع انتها الحزب داية يحكم به انهار كان يوصل الحكم ونتمانيولو بشوصل الحكم بطريقة ديموقراطية ولذلك نحنا انا ما عنديش مشكل في الحكاية ذا ما ننتميش للحزب الدستوري الحر من الداخل نتعامل معاه كمستشار اقتصادي ما زلنا كعملنا كنفيرانس على الديبلوماسية ايكونامية كنت حب نحكي لها شوية وبعد قلت المركز الاعلى المجلس الاعلى للديبلوماسية الاقتصادية بسرعة معزجودي اشنو وهذا المجلس خطر رينا زيارات كثيرة واليوم الديبلوماسية الاقتصادية هي أولوية الديبلوماسيات في تونس هذا هو ونربطه بحكاية المدونية مربطة بعضها لحكاية الديبلوماسية الاقتصادية مهمة انك تخدم صورة بلادك في العالم انك معنى تكون عندك شبكة علاقات تكون عندك لبيات بالمعنى الايجابي معنى الايجابي معنى الايجابي تكون عندك علاقات تكون عندك ناس يسندوك في الخارج عندك دي ريزو عندك منظمات عندك اشخاص يدفع عليك وتنجم تتعامل معهم وتنجم تتواصل معهم وهذا الكلو بش انت تتو سترموظر تكون عندك تتواصل معهم وطمن المستثمرين وطمن المتعاونين مع تونس هناك خبرات وكافئات يجب أن تكون ديبلوماسية ويجب أن تخدم نحن مجلس اعلى مجلس اعلى مجلس اعلى من يضم؟ من يضم؟ نحن تبرك الله في تونس نرى عدد السفراء الذين شدوا السفراء تقبلوا وكانوا في بعثات ديبلوماسية وفي التقاعد الآن ونزلوا صغار ونزلوا نجموا ونحن نصد عينها من هر لحد في هذه الندوة وتبرك الله معناتها شبكة العلاقات مازلت قايمة والكفاءات موجودة وخبرتهم موجودة لماذا نخسرهم؟ ترقام عمره 60 سنوات وثنين وستين سنوات وخرج من الخارجين وخذات التقاعد لماذا نخسرهم؟ هؤلاء ماذا بنا يكونوا في مجلس الذي نستأنصب الأراء بتوجهاتهم بعلاقاتهم بنصائحهم ومجلس هذا يشرف على تصور عام في المجال الديبلوماسي وخاصة الديبلوماسي في تونس الذي نجم رئيس الجمهورية حتى ينجم رئيس الجمهورية يثبت السياسات وفيما يخص العلاقات الدولية تونس وهذا موجود في أمريكا وفي فرنسا وفي البدن المتطورة لديهم سجونغ كما يقولوا كونسل أوف ادفايزر معناتها ناس الذين يستشيروهم وكل شيء وهذا الكل في إطار كما يقولوا معناتها 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 ميزيلي تقيقة هل صحيح أنو الشهيري متع جوان وجويلية موهدين بأنهم يتأخروا ولا يكونوا مهوش مووجودين لأنو الدولة ستعجس في الأشهر القادم أنها توفر روايت بمتع الوظيفة العمومية بالأساس هل هذا موجود بالأرقام ندخلو على الموكا البنك المركزي تشوفوا أنو الماوارد نيقصة با رابط الانجاجمات والدولة الآن بحجم الأجور 1.6 مليار دي نازم توفرهم شهريين ولذلك كيف يقعوا توصيبين شهري؟ يقعوا معناتها راوميسلف لقاعد صائر عن طريقة دولة كخدي سنديكية من البنوك وفهمتها ما فهمتها كما يقولون موارد ذاتية تكفي لتمويل الأجور كل شهر لذلك خاطر فهمت باستيغوسات فسكال بمحكم النمو الاقتصادي السلبي ما فهمتها موارد جيبائية ما فهمتها موارد جيب مؤسسة العومية خطر جلهم خاسرين ولا ما فهمتش استمارات ما فهمتش إبارين قاعد يتيح وصل 4% ومحفظ بانك المركز يعطيكم الرقم ولذلك ما عادش عنا التمويلات اللازمة وعادش عنا الموارد اللازمة الخزينة فارغة الكلو منين جاي جاي معناتها من المسلف كوساسوها من الداخل ولا من الخارج مش مشكلة شكرا لك معاذ الجودي إن شاء الله ربي قدر الخير ونتمنى وبالحق أن أخذت الكلمة ذاية يفجع برشرة وخاصة الناس اللازمة وفنا تقولوا كيفاش بشناملو من ناحية مخليناش موارد قابدا إيام اللي فيمي مرهونين معناها احنا في في قروض تاوا هذا اش فهمت من كلامك والله يخلط معناه بوضع صعيب قدمي نجم يكون سهل يل سفى دونه ولنتي بوليتيك رجع رجع سياسيه هكا تسير ونبخيز دو كنسوانس نشوف في ليبيا تبارك الله معنا كيفاش تحول سار ورئيس الحكومة البالح مقابل مكران في فرنسا وعندو ولا رجع على الوغيان مام تاليبيا على المستوى الدولي ويخدم في صورة البلاد وكل شي نحن راه وكان يصير توافق توافق بالمعنى الايجابي ونتفهموا على مرنمش انقاط ولا نخرجوا من هالوضع شكرا لكم معزجود يا تيك ساحا شكرا لكم الكل تبعتونا في تسعين دقيقة زينوبا يلا تفضل الميكرو ليك ملتقان غدوة باي